تحية من القلب تحية من الأعماق تحية حب تحية احترام تحية تقدير تحية بتحمل كل معاني النبل الإنساني سيادة الرئيس أقول من هنا لست وحدك معا على طريق طويل نبني فيه آمالا عريضة لهذا الوطن سيادة الرئيس من هنا أقول وأردد أعانك الله وقواك الله ونصرك الله لأنك هنا بتدير بأمانة بشرف بوعي بإخلاص ما شهدته البلاد منذ فترات طويلة سيادة الرئيس اليوم كان هناك شكر وهناك تقدير وهناك عرفان وهناك فخر وهناك استفتاء جديد على الرئيس وبرنامج الرئيس أنا آسف برامج الرئيس وإنجازات الرئيس وما تحمله هذا الرجل لم يتحمله في تاريخ القادة المصريين ما تحمله الرئيس السيسي خلال السنوات الست الماضية وما زال يتحمله لم يتحمله رئيس مصري على مدار أكثر من قرن من الزمان وهذه شهادة أمام الله لم تكن مصر حتى ومصر كانت محتلة لم تكن مصر تواجه كل هذه التحديات لم تكن مصر في يوم ما تواجه تحديات من الحدود الخمسة سواء جنوباً انتو عارفين سد النهضة شمالاً البحر المتوسط وتركيا غرباً ليبيا وشرقاً عندي حماس وعندي إسرائيل ونزلني كمان من الفضاء الأمن السبراني وغيابه والناس اللي بتحاربني عبر الإعلام الرقمي وغيره لم يكن عندي افناصر في يوم من الأيام كل هذه التحديات إرهاب بناء اقتصادي لم يكن عندي افناصر كل هذه الحالات من الخيانة في الخارج لم يكن عندي في مصر اهتراء عربي بهذا الشكل لم يكن عندي في المنطقة هذا الاهتراء الإقليمي لم يكن عندي على مستوى العالمي هذه الثنائية التي غابت واندثرت ولم يعد هناك إلا قطب واحد كل هذه مشاكل تعرضت لها وتتعرض لها مصر ويقود بحكمة الربان الماهر المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي والله والذي نفسي بيده مرة أخرى لا أجامل ولا أنافق ولا أدعو من خلال كلامي إلا فقط إني أشهد الله أشهد الله من هنا من هذا المكان أن كل كلمة وكل مفردة وكل عبارة وكل معنى أقصده حرفيا بشهادة أحاسب عليها يوم الدين ما جرى في مصر خلال السنوات الست الماضية لم تحدث والله لم تحدث وبالأرقام على مدار ستين عاما مضت ما يحدث الآن إعادة بناء الدولة الدولة التي كانت مفككة بيتم إعادة تركبها الآن بشكل جديد لتصبح دولة بحق تصبح دولة مؤثرة في محطها الإقليمي ومحطها الدولي تصبح مصر بعدما كانت خارج كل المعادلات السياسية داخل كل المعادلات لا أمن لا سلام لا رخاء إلا بوجود مصر ولا حرب أيضا إلا بوجود مصر من هنا لابد أن نقول لهذا الرجل شكرا لك نقول لهذا الرجل أحسن تصنعا جزائك عند ربك بقول للرئيس بشكل واضع المكافأة المفروض الرئيس يحصل عليها أو الجائزة اللي الرئيس يجب أن يحصل عليها لا جائزة نوبل ولا جائزة أحسن مشروع إصلاحي ولا جائزة على الإطلاق ولا يبحث الرجل عن هذه هذه المسميات وإنما جزاؤه وجائزته وتقديره عند الله سبحانه وتعالى واللي عند ربنا أكيد ما بيروحش لا نريد جزاء ولا شكور إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله